هشام باطل الكاميرا كاشي مرحبا بك أول حاجة كان نشكر موقع أصوات على الاستضافة الجميلة هشام الحلاوي فنان وممثل مصراحي واحد من ولاد الشعب كيف مما سبقه وقلت كاميرا كاشي كاميرا كاشي تبقى تجريبا من تجارب هشام الحلاوي الأجواء التي تصوير أعمال الفنية سواء سينمائية أو مسلسلات غيرها يكون فيها قليلا للمخاطر لأنها تعتمد على الارتجال وتعتمد على عنصر المفاجآة وتعتمد على الكثير من المسائل التي لا تكون المسلسلات والأفلام كاميرا 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 كيف يمكن أن يكون هناك دعوات ومجموعة الاستضافات ونحن نتمنى أن نكون لدينا الحصن من الناس الذين يستطيعون الدعوات ونحن لا يمكن أن تقوم بعمل كل شيء لأن الحساب البرنامج والحساب البرنامج ونحن إن شاء الله أعمال مستقبل كيف يمكن أن يكون هناك مجموعة الأصدقاء سواء المقربين أو الأصدقاء الذين نعرفهم المدة من ذلك فنذكر من بعض الأسماء منهم كان خالد كوكبي صديق حميم دينا وكي ساندنا معنويان نفسيان واحتمديان كان نوجه لي الشكر من هذا من برادة وكان الأخ الكاتب والسيناريست والفنان راشيد سافار لتهوى فعلا كي دعمنا بتهوى نفسيا وماديا ومجموعة من الأفكار دياله اللي كي وضح لنا بعض الأمور الفنية كان كذلك السيا عبدالله عفوي فنان كوميدي اللي مشهور في الصفحة دياله وعبر المواقع التواصل الاجتماعي عفوي كوميك كان كذلك واحد المخرج من الشباب الواعد اللي تهوى كي دعمنا وكي ساندنا ولو انه بالعاصمة الإسماعيلية من الناس اللي هو معديل عالمي اللي تهوى كنوجه لي الشكر من هذا المين برادة فصراحة كين بزفت أصدقاء بزفت الناس اللي كي دعمونا اللي كنعرفوهم واللي ما كنعرفوهمش والله إليك اللي كي دعمنا عبد عاوية الخير كتواصل معنا ما كنعرفوش كي سيفطلين دعوة الخير في الصفحة ديالنا الرسمية والاحتفل من سنجرف الخاص كي يقول لك الله يرحم بي الواعدين تبارك الله عليك الله يردع ليك راكوتي رائع وبين نشوفو ما زلش يحوي جا تزويني ديالك وهذا كي شرفني كهيشا محلوكا في النام كانت تجربة أولى لي في تنظيم وفيما يخص المحافظة من بعد التاجئة الكاستين أو مسألة تشخيص والأداء من بعد كانت عندي أول مشاركة في التلفزيون المغربي كانت من خلال سلسلة الهاريبان اللي كانت معروفة بحضور قامة فنية قوية ووازنة هل هناك عمل خاص بك؟ يعني بالنسبة للعمل دياللي اللي غادي قضر يكون زعمه مستقبل لا أنا عندي عندي قناة دياللي اللي معروفة اللي هي أرت نيوز هشام الحلاوي أرت نيوز هشام الحلاوي هذه قناة دياللي أنا كان عرض فيها الأعمال دياللي وكين عمل إن شاء الله مشترك اللي هو مستقبل نحن خدامي عليه إحنا واحد مجموعة دياللي الفنانين اللي منهم الأستاذ راشيد صافار السيناريست راشيد صافار منهم عبدالله عفوي قناة سميتها بوند كوميك اللي غادي تكون فيها مجموعة ديالأعمال دياللي مشتركة غا تكون فيها سكيت شات غا يكون فيها دياللي كابسول غا يكون فيها رسائل هادفة بالطريقة كوميديا وساخيرة فهدوما الأعمال اللي كيني في الويب حاليا اللي إحنا خدامي اليوم كين الصفحة ديالتي اللي كتلك وكين هاد القانات اللي هي قانات كوميديا يعني مية في المية بوند كوميك فالقائد دياله أو المودير دياله هو راشيد صافار عبدالله عفوي هشام الحلاوي ومازال إن شاء الله يكونوا معنا أسماء أخرى فعلا كيني الناس بزاف زاف اللي يرسلونا سواء الصفحة الرسمية ديالي أو اللاف الخاص كيدعيوا معي دعوات الخير وهذا هو اللي عجبني في المغاربة لأن في عدن المغاربة شعب ديال الكرام شعب ديال الخير شعب اللي هو كيمتاز بالإيجابية فهد دعوات الخير والله إلى ناس يعني عيالات كبار رجال وليدات صغار يقول لك عمه هشام كنتي رائع كانت القمرة كبيرة كتقول لك أوليدي الله يرضى عليك الله يفرشك برده ويغطك برده فهد شي رزوين بزاف لأن هد دعوات الخير ربما كيتباعه وما كيتشراه وما يمكنش أي فنان أو لأي واحد لي هو مشهور أو لتشهر أو لبغي تشهر يحصل على المحبة ديالناس يقدر يحصل على الفلوس يقدر يحصل على الآلات يقدر يحصل على الإعجاب ولكن عندما يحب الصادقة ودعاوات الخير ربما يتباعه وما يتشراه وهذا ما أعجبني كثيرا ونشكر الجمهور المغربي على هذه الدعاوات الخير هل تخلق لكم الكاميرا؟ هل تخلق لكم الكاميرا؟ هل تخلق لكم الكاميرا؟ بالنسبة للفنان الذين كانوا ضيوف ديالنا ومن الذين قدرت لهم المقالب بالنسبة للفنان لا تخلق مني تفاجئه لأنه عندما يأتي للفنان ويقول لي أن تسالك الفلوس أو لا توسطي لها في خدمة أو لا توسطي لها في صوار أو مثلا يعني أنه يأتي يأتي مقلب وهو فخ فعلا تكون مفاجئة أو صدمة لأنه يبقى حير لا تسيد لا تسيد لا تسيد لا تسيد لا تسيد فهذا كانت القوة الكاميرا كالشي والحب دولار بي وفقنا ولكن القلق بالعكس من اللي سأل العمل وكتشفوا بأنها كاميرا كالشي كالشي بالنسبة كلمة من هشام الحلوي فحق الطاقم الكاميرا وفحق الناس الذين يحضروا معنا أول حاجة نشكر ذلك الطاقم الفني والطاقم تقني والطاقم الإعداد والمخرج اللي صار على هذا العمل اللي هو للنائب الأول فأنا كنقدم لهم كل الشكر وكل التحايل لأنه فعلا طاقم يستحق كل تشجيع وكل احترام وكل حب من الأول لهم حتى للأخر ولكلين بإسمه يعني فعلا كان عمل يعني عمل جماعي ممتاز بالتعاون ممتاز بالتكافل ممتاز بمجموعة تحويش زوينين غايبقاوا في الدكرة لأنه صافرنا جميع ضحكنا جميع تقلقنا جميع تستريسينا جميع فصراحة هذا الشي كان جميل فكنشكر واحد السيدة اللي كانت متألقة فعلا معنا اللي هي الفنانة والممتازة فارح اللي فعلا أدت واحد دور رائع تهي وكانت عندنا مشاركة متميزة في هذا الموسم السادس كان شكر كذلك صاحبنا وصادقنا حمزة فيدالي اللي كانت هو متميز فارح صراحة فلعبت نوية واحد دور اللي خلال الحلقة تكون ناجحة 100% لأن كل شي تيق حمزة كل شي تيقني فيعني كان واحد تعاون كانت واحدة مشاركة اللي هي متميزة صراحة كان واحد طاقم اللي هو طاقم الخفاء في كاميرا كالشي اللي كيشتغل للنهار سواء في الإعداد سواء في المونتاج سواء في الكتابة فكانوا اجعلهم كلهم الشكر وكانقول لهم تبارك الله عليكم لأنهم فعلاً كانوا أصدقاء وكانوا إخوة دينا ما كانوا شغير زوملاء في العمل وهذا الشيء اللي كيشرفنا أنه يكون فاريخ متكامل بحلوكا ماذا تبقى لك الكاميرا الخافية؟ بالنسبة لكاميرا الخافية أنا كتبقى بالنسبة لي تجربة من التجارب دير هشام الحلوي لأن أنا كتبقى بالنسبة لي أنا كتبقى بالنسبة لي أنا كتبقى بالنسبة لي لأن كاميرا كالشي مفبركة ولكن من اللي دخلت وسط لي كيب وشيت لأجواء دي التصوير وأجواء دي العمل وكتشفي أن الممتيل لما يكون فرصوا ووالو يعني حتى كتفاجأ بالحضور دياله أمامك فخديت فكرة وعرفت بزة الحواجة وعرفت بزة الخبايا اللي كنقول أنا كاميرا كالشي ممكنش تعرف الخبايا دياله واسرار دياله إلا لا شارك تي فيها وهذا كنقول للقاء الناس اللي سواء كتتيق كاميرا كالشي أولا كتشكك في المصداقية دياله الجواب أولا الكاميرا كالشي ما تقدرش تعرف الخبايا دياله حتى تشارك فيها فكنقول لكم قدموا ملفات ترشيح بشتركوا في الموسم المقبل أنا كتبقى تشكلم على أعمال العالمية فعلا كانت عندي مشاركة في أعمال عالمية ولكن مدة هذه أول عمل شاركت فيها عالمي كان مع الممثل الكبير اللي هو فاندام جون كروت فاندام في الفيلم اللي كانت صورة بالمغرب كذلك فيلم أجنبي آخر اللي كان ديال الممثلة الكبيرة صوفيا لورين اللي هو صولاي شاركت في مجموعة ديالأفلام أخرين منهم لانويدي جيجمون منهم غات غاباج منهم يعني هدو اللي عقلت عليهم واحد العامل آخر تهو اسمته دومينيك لورون تهو كان ستنفيلم فرنسي وكان أعمال مغربية اللي شاركت فيها كان السلسلة الهاربان اللي كانت سلسلة معروفة اللي كانت درت فيها 30 حلقة مع ممثلين مغاربة كبار اللي كان نوجه لهم التحية وكان قول لهم أنا جد فخور بالمشاركة معكم اللي منهم سيدي محمد خياري مصطفى الداسوكين سناء الزعيم لوردين بكر وأخويا العزيز عباس الزعم اللي كان وجه لي التحية اللي هو الناس دي الحي المحمدي كذلك كانت مشاركة في واحد العمل مغربي اللي مع كبار النجوم المغربة في التمثيل اللي هو عمر لطفي وأمين ناجي مجموعة من الأسماء الوزينة عمل كان للمخرج عز العرب كان في 2007 كنت شاركت كذلك في واحد العمل اسمته الغائب الموعود وكنت شاركت في الإدارة الفنية دي المخرج زيندين اللي كي عيش حاليا في الولايات المتحيدة الأمريكية بولايات فلوريدا وكان فينا هذا الفيلم أحسن جائزة في الفيلم الأجنبي في 2007 على ما أعتقد كذلك كذلك يشمحلو الشارك في ميراجانات وكنت من المنظمين دي الميراجانات ومن المنظمين دي السهارة الكبرى لأنه كنت مع شركة إنتاج سميتها وونتد وكنت مع شركة إنتاج سميتها إيكينوس فكننا ننظموا الحفلات الكبرى ووجبنا أسماء وازينة في العالم العربي منهم وقيل كافوري منهم صابر روبعي منهم رامي عياش منهم هيفاء وهبي كان جوليان كليرك كان ديامس جاز لائحة طويلة جدا وكان كله كان في واحد عشر سنين اللي فات يعني ابتداء من 2006 إلى 2009 ففعلاً كانت جريبة في تنظيم جريبة في التمتيج جريبة في الأداء جريبة في الإضرار في النية فعلاً أنا كان افتخر بهذه التجارب لأنهم تزادوا في تجربة دي الشام الحلاوي وكنتمنى أنه تكون هناك أعمال مقبلة سواء في العمل العالمي أولى في العمل المحلي الوطني باش يشوفون المتتبعين والجمهور المغربي في أحسن حلاء وفي أعمال تكون قوية إن شاء الله متمييزة المستقبل كيعلم بغير الله سبحانه وتعالى فكينين عروض مجموعة هذه الأعمال خصوصاً من اللي بنت مؤخراً في يعني بنت في دخلت للبيوت ديال المغربة كلهم دوست معاهم رمضان كله يعني ثلاثين يوم فكينين دعوات اللي ستكون إن شاء الله مستقبلاً سواء في السينما أو سواء في تلفاز المغربية اللي يشرفنا أننا نكونوا حاضرين في الشاشة المغربية سواء الإدعاء الأولى أو الثانية أو الإدعاء أجنبية المهم ندخلوا الناس أو تاني البيوت نشوفهم نزورهم نفرحهم نضحكوا معاهم ويشوفونا في أدوار جيدة متميزة سواء أدوار مركبة أو لتراجيديا أو لدراما أو لكوميديا فنحن وراع الإشارة كنت سنة وغير الناس أهل الخصاص واختصاص يوجهوا لنا الدعوة ونحن نراع الإشارة إن شاء الله الرحمن الرحيم فألف مرحبا كنشكر الجمهور المغربي كنقول لي هرا كنحبكم وكنموت عليكم وكنشكركم على تشجيعات ديالكم سواء اللي جات عبر الهاتف يعني بالاتصال سواء اللي جات عبارة عن رسائل في الصفحة ديالي أو لف الخاص فأنا كنقول لكم كنشكركم بزاف كنشكركم بزاف لأنه بالدعم ديالكم وبالتشجيعات ديالكم وبالسند ديالكم فما يمكنش للفنان المغربي يزيد يرتاقي ويزيد يستمر إلا ما كانوش تشجيعات ديالكم فأنا جد فخور بالكلام الطيب ديالكم بتشجيعات طيبة ديالكم وكنقول لكم هشام الحلاوي وكنقول لكم هشام الحلاوي كيشكركم بزاف وكيقول لكم كونوا بالموعد كيل الخير إن شاء الله ما زالتشوفونها في أعمال أخرى أول حاجة كنشكر موقع أصوات على الاستضافة شكر جزيل أما بخصوص هشام الحلاوي هو واحد الفنان قادر متميز كنقوله أكاديمي ويتقمص جميع أدوار اللي كتطاب جادارة واستحقاق وأنا حقيقة كان فتاخر بالصداقة دياله لأنه نعم الصديق وكان فتاخر بأنني وكيشرفني كتر أنني نشتغل معاه ونكون معاه في بعض الأدوار أو مكرهنا أشتاء معظمه هذا الشيء اللي كان كينين هما بالشاركة معاهوا كينين مجموعة من الأصدقاء ولكن معاهوا يعني كان نخدامين على شيء أمور مستقبلا نخليوها الوقت ونخليوها مفاجأة لأنه نخدامين على بوحد الكيفية يعني احترافية نتمنى أم الله بعدها تبشي بزيان وإلى كملت ومشات على مأي ورام نتمنى أن نتعجبه الجمهور إن شاء الله ونكونوا عند حسن الضن مغاردة سيشام الحلاوي مغاردة سيشام الحلاوي هو بخصوص كاميرا كاشي هو لعب أدوار احترافية ولعبها يعني كتبيا على الصدق الحرفة صدق المهنة كي كنقوله يعني فنان صادوق يعني لا أردتي للبال أنه كتلقاه كي يخدم بوحد العفوية كي يخدم باتلقائية وذلك الشي الدور اللي كتعطاه كي يقوم بيع الأكمل وجهه وهو كي يحكي وحد المسألة وقعت لي معه أربيع سميته اللعب مشات لي أربيع البوكسور أربيع ربيع 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 وقعت لي معه وحد المسألة وقعت لي معه ويشمح الله ويقول له واش انتك تعارف انهم غير يديروا لك كاميرا كاشي يعني بكثرة ما هو صادوق في الخدمة دياله وبين الجدارة ديال الخدمة دياله جاءوا يسولوا هو واش فوالي مديره لكاميرا كاشي هو ورا هو اللي يلعبها يعني من هنا كيبان ورا هو يحكيها لك على كل حال هذا ما كان النوم فيما يخص كاميرا كاشي هو لعبها زماع وجه جديد وكفاءة اتشيل السلام عليكم السلام عليكم أولا تحية المنبر الأصوات كنشكركم على الاستضافة وكنشكركم على الاهتمام ديالكم الفنانين يعني والاستضافة ديالكم للصادق المقرب ديالي هو هيشام الحلاوي فمعاكم هدي علامي مخرج شاب سينمائي يعني مهتم بالميدان السماعي البصاري صادقة ديالي بهيشام جاتا من طرف مشاهدة ديالي الواحد المسرحية لدرج واحد صادق كبير في المغرب شفتوك مسرحي وشفتوك ذالك ممثل سينمائي وشفتوك التلفازي في هذه الإطلالة اللي دار لنا في المنازل ديالنا في كاميرا كاشي أنا كنشوف هيشام كممثل يعني يقدر يلعب أدوار يقدر يلعب شخصيات مركبة يعني كيفما كنتشوفوه في الأكشن تقدروا تشوفوه في كوميدي تقدروا تشوفوه في الدراما يعني يقدر يتقمص مزموعة ديال الشخصيات بسيكولوجية يعني كنتشوفو عن قرب وكانت تقفل قدورات دياله فتنقول لي تبارك الله عليك ومسيرة دياله يعني تبارك الله منبكري ولعب في أفلام انترنسيونال اللي تبارك الله إلا ما كانتش عنده القدورة يعني والإمكانيات وما يقدرش يلعب في ذلك الأفلام فتبارك الله عليه وإن شاء الله عن قريب يقدروا يكونوا أعمال يعني مشتركة فكنحييه بززاف كصديق مقرب وكفنان وكممثل كنشكره وكنشكر صديق دياله اللي كيشتغلوا وما تجوج إن شاء الله عن قريب تقدر تكون شي حاجة وكنت من المتتبعين ديالأصوات يتبعوها ويدعموها فهو من بر يعني راقي وكيشجع الفنانين وكيشجع المستوى ثقافي يعني عنده مستوى ثقافي عفوان وكيشجع الفنانين وتبعوه وتبعو الأعمال دياله هذا المنبار هذا فأنا كنحييه كنحييه على الاستضافة دياله والاعتمام دياله بالثقافة وبالفن شكرا كونك مقرد تنمائيك سوف تفكروا بشي أعمال لك في هشام أكيد كان فكرا في أعمال مع سيهيشام اللي غادي يكون فيها يعني شخصية دياله شخصية غدا تكون مركبة يعني ممزوجة بلا كوميدي وبالأكشن إن شاء الله وكنتق فيه غادي يقدر إعطي فالصديق دياله كذلك اللي عتعرفت عليه اليوم بالصدفة فتاو واكتشتوا أنه ممثل وفنان سبارك الله عليه فعني يعني يعني الحمد لله بلدنا مالي قبل فنانين وكنوجه تحية المخرجين يعني الكبار اللي كان اللي كان فتخروا بهم وكنتأسبروا من جربة ديالهم الكبيرة في هذا الميدان السينمائي أو التلفازي فكنشكرهم بزاف وكنشكرهم على الاهتمام ديالهم للشباب اللي حاليا شفنا أن التلفاز المغربية بدأت تحتمين بزاف بممثلين الشباب اللي يصعدوا كتعطيهم فرص فهذا الشيء هذا يشرف نحن كشباب ويعطينا طاقة إيجابية باش نزيدهم فغير تكون عندك كيفما تقولوا تكون كين تكون فيه الذكرى أرى ما عادش تطيع منك الفرصة غير حاول تقاتل على الوبجكتف ديالك وما تديرش الهدف المادي هو الأول فهيكون الهدف روحاني يكون الفني والماديات يجو يعني عن تجارب وفزاف ديال الحوايج نشكره شركة الانتاج اللي توم كذلك تحتوي فرص المخرجين وتحتوي فرص الممثلين من شباب فشكره عام كل ما يتعلق بلوديو فيزيوال ومركز سينمائي كذلك هل توقع شيء فيه حتى كاميرا خاطئة حتى كممثل كممثل أنا ما توقعتوش غادي مثل في كاميرا كالشيء حيث اللي كنعرف عليه هو ممثل مصرحي والسينمائي كذلك فالمصرح فوق الخشابة تبارك الله كريبة فوق الخشابة يدير يرون الجمهور فهو عنده ثقة تامة في نفسه أمام الجمهور ويواجه جمهور عريض ومنموذة مختلفة فوق الخشابة تبدأ في كل مدينة فهو تبارك الله المغرب كامل بمصرحيات وتفوق فيهم الحمد لله وحبه الجمهور فكذلك إطلاله على تلفازة المغربية خضحوا بكذلك الجمهور ودخل عندهم المنازل وفي الأعمال التي يجبت سينمائيا فأعطى فيهم ذلك كان أعتبره أنا كفنان شامل عنده مواهب متعددة وأنا توقعت وغادي أعطي فش سمعت وغادي مثل في كاميرا كاميرا كنت أعطي وكنت أعطي أدوار أخرى كني قدر أعطي فيها شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك